بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كنرحب بكم أخواتي في القناة ديلكم شوة أم نور نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير يوم بإذن الله غادي نقطرح عليكم هاد الوصفة هادي أو هاد الوجبة دي العشاء أو الغداء اللي كتجي مميزة وزوينا وبنينا بالسف نتمنى إن شاء الله تنال إعجاب ديلكم المكون الأساسي هو البطاطة غادي نحتاج واحد لتدري البطاطات حسب أفراد الأسرة حجم ديالهم متوسط إلى كبير وضعتهم في هالطنجرة اللي فيها الماء اللي وصلت تقريبا درجة الغلايان وهادوك البطاطات قبل ما نضيفوهم نغسلوهم بزيان و نضيف معهم شوية ديال الملح هنا ينبعد ما دازت واحد مدة ديال الوقت حسب الحجم ديال البطاطة على النار اللي كتكون متوسطة نجيبوا واحد السكين و ندخلوا هكا في البطاطة باش نشوفوا واش طب تدخل هالطياب الداخل ولا لا غنا نشوفوا داك السكين دخل بسهولة وخرج بسهولة سوف نحيدوا البطاطات ديالنا ما كنخليوهاش حتى تطيب بزاف 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 المهم كتبقى يعني متماسك شوية معانا باش تجينا سهلة في الخدمة وكنحيدوها كنحطوها جانبا نجيبوا الاضافة اللي غدي نضيفوه معها عندي هنا واحد العلبة ديال الطون او الطونة ديال الزيت وهناي عندي الظورة مهم للاضافة الاخرى حسب الرغبة غدي نسم شوية للزعتر مهم غدي تشوفوا معي الاضافة الاخرى حسب المتوفر عندكم في البيت ديالكم او حسب الرغبة غدي نزول الطريقة وتشوفوا معي ان شاء الله جميع الاضافات اللي غدي نضيف غدي نشد هاد البطاطة نحيدوا لها القشرة يالها كتحيد بسهولة بقسخونة شوية يعني كتخليوها شوية تنزل ديال الحرارة وكتبدا تتخدموا بيها غدي نستعن بوحد السكين هنا يا اخواتي كيف كتلاحظون بعد ما نقيتهم بتلعتها حيث لهم ديال القشرة في هذه المرحلة اخواتي كنجيبوا واحد السكين لي هو كبير وكنقسموا كل بطاطة كنقسمها على عجوج بهذه الطريقة بعد ما قسمتهم كاملين وستفتهم في الطبق اللي غدي ندخلوا ان شاء الله الفورن كنجيب واحد الاناء اللي هو صغير غدي نضيله لنوجد فيه الخلطة ديالنا اللي غدي نضيفه مع هاد البطاطة هما يبغي تضيف هاد الزيت ديال التون ممكن لي بغي يضيف هاد الزيت ديال ان شاء الله او ممكن تض devenو بها حتى القالب مخاديش تلسق معاكو مخا ما دهنتو شي لكي لكن ولا بغي تضيف تضيف ديال الكلبنة ديال التون في الطبق ديالكم هنا كنضيف واحد الكميه ديال الزورة وحد نصف علبة تقريبا علبة صغيرة زيتون كمية تبقى حسب أفرد الأسرة أو حسب المتوفر نضيف كامون اختياري فلفل الأسود وزيتون نضيف كمية زيتون نضيف كمية حسب الرغبة سلصة حارة أو سلصة سودانية الملح لا نضيف الملح الملح لا نضيف الملح وضع الملح وضع الملح نضيف الملح نضيف الملح قبل أن نضيف الملح نضيف السكين نضيف البطاطا نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح و نضيف الملح و نضيف الملح نضيف السلصة الحمرة أو السلصة البيضة و نضيف الملح كمية من فوق و نضيف الملح كمية يشعل الفرن من الأسفل و من الأعلى يشعل الفرن من الأسفل و من الأسفل حتى يسخن البطاطة تسخن يشعل البطاطة من الأعلى يدب معكم الجبن و يأخذ اللون الذهبي و تكون هادئة ملاحظة أخواتي تبريد الفرن تبريد الفرن من الأسفل بسم الله رجعت معكم أخواتي وهذا هو الشكل النهائي كيف تشاهدون الطبق البطاطة أو غاتم البطاطة والطون يأتي أكثر من رائع يوجد البطاطة طائبة من الداخل و من السمب بزيت الزيتون والزعتر والجبن بنينا أخواتي ممكن تقدموا هكا أو ممكن تقدموا على شكل فردي بسم الله نحيد لكم باش تشوفوا كيف تجي كيف تجي كيف تبقى ديك البطاطة كيف تبقى مجموعة كيف تلاحظوا حتى ذاك الجبن كي يزيد كي يخلي هات تجي متماسكة كيف تشاهدوا و هذا الطبق كيف تشاهدوا من الأسفل مدهنت و موالون ما تجيش لازق معاكم ذاك الزيت كتنزل حتى هي لتحت بسم الله غادي نزيد نحيد معاكم أحد أخرى قلبت لكم هنا الكاميرا قلبت لكم شوية فضو وهنا يا فش كتقدموها يعني هكا ممكن تجدوا شوية الكيتشوب أي ساسة للطماطم كتواتي معها بزف بزف و كنشكركم أخواتي على المتابعة و انتمنى ان شاء الله الوصفة دي اليوم تنا الإعجاب تلكم و انتمنى ان شاء الله تجربوها وتردو عليها في التعليق ديلكم او تسفتو لي تطبيقات ديلكم في المجموعات دي في الفيسبوك او في انستغرام بعد نخليليكم روا بديلهم في صندوق الوصف أسفل الفيديو مع المكونات ان شاء الله و كنشكركم على المتابعة أخواتي و ما تنسوش تجعوني بلايك وتبرتجوا الفيديو مع الأحباب و مع صديقات ديلكم بشتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر